وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا والله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب يحب سبحانه وتعالى السائلين الداعين ووعدهم سبحانه وتعالى بأن يجيب دعاءهم وأن يعطيهم رجاءهم وأن يحقق سبحانه وتعالى سؤلهم لكن دلت نصوص عديدة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدعاء الذي يوصب بأنه لا يرد له ضوابط جاء بيانها في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام يسميها العلماء شروط الدعاء وآدابه وهي مهمة جداً ينبغي للداعي مع دعائه أن يتحرى آداب الدعاء ليكون الدعاء مستجاباً وأن يحذر من موانع الإجابة من أجل أن لا يرد دعائه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر